ازمة كبيرة في قطاع الادوية في مصر على مدار العامل فاتت ما بين اختفاء اصناف من الادوية وبين وجودها لكن باسعار حقيقة بتفرق كتير تفرق كتير دي كانت اغني النجاة والناس بقت تحس بيها جدا في كل بيت في مصر عنده مشكلة في الادوية او يحتاج لادوية عنده حاسس بيها بالذات ادوية محليل الجفاف اللي كلمتني عنها مبارح امل امل قالتلي القصة دي قالت فيه اختفاء للمحليل يا استاذ محمد بتاعي الخبر قدام حضراتكم زيادة اسعار اربعين صنف الادوية خلال اسبوع بنسبة تصليل تلاتين في المية صلي علا هيشفع فيك لو مسلم وما تجد سيدك لو ابطي لحظة واحدة بس انت يا معلم يا بتاع الاعداد بنتكلم على اختفاء بتاع تقول لي زيادة اسعار اخي اسوأ حاجة انك تشتغل مع اعداد مش فاهمك ده ايه ده بتكلم على خبر اختفاء يجيب لي خق اما انت استنى لا اصبر شوية ما هو الاعداد جايب ده ليه بقى لانه ده اختفاء له علاقة بزيادة الاسعار قال له من بعد اسبوع ايوة والناس مختفية دي لوقتي ايوة اصبر بس الناس دي فاهمة بتعمل ايه بالزبط مش الاعداد الاعداد وما فيا الادوية فاهمين بيعملوا ايه بالزبط اسبوع شعبة الادوية قالت يا حضرات اني مصادفة وليس بسبب الدولار والنبي شعبة الادوية هو الراجل بتاع شعبة الادوية طيلة اهو قال له الجاكت وكان جاي حران فانا مش زاكت من ايه حتى ما يزبطوا قال والله العظيم صدفة وليس بسبب ده مجرد صدفة سبحان الله تبقى ماشي كده والاسعار تعلى ويقولك الدولار ويتهمون احنا وليس بسبب الدولار طب بسيبك من الدولار وليس بسبب نقص في الادوية وبعد محيل الجفاف اللي تكلموا عن اتكلمنا عنها مبارح اللي امل قالت عنها مليش امل يا حبيبي فيك نقص في اصناف الادوية يعني مبارح الناس تحس بنقص في الادوية والنهار ده خبر انه هتزيد الادوية تلاتين في المية قال له اللي بيحصل استدعى سيادلة واطباء على مدار اشهر بيستغيسوا بيوضحوا اللي بيحصل من شركات مافيا الادوية نشوف كده فيديو ده لاطباء وسيادلة بيتكلموا عن نقص محليل الجفاف اليومين دول فيه ازمة محلول معالجة جفاف محلول معالجة جفاف لاكياس او المعمول زيار عصير بيديو داية والحاجات ديات بدأت تنقص من السيدليات وفيه خطر اصابة الاطفال بالكفاف والاطفال نقدر له ممكن اروح اتروح بسبب الجفاف اللي بقى منتشر جدا اليومين دول محليل الجفاف اليومين دول مقصة جدا زي الأورس وزي اللوهايدران وزي بيديو داية محلول كل الحاجات دي لأسف شديد مقصة في الفترة الاخيرة انا وزمائل كل دكاترة الاطفال كنا بنشوف كمية حالات نزلات معوية كتيرة جدا سواء النزلات المعوية دي نزلات معوية فيروسية او بكتيرية اي ان كان انه ومعروف طبعا العلاج الاول بالنسبة للنزلات المعوية هو المحل او ان احنا نعوض كمية السوائل المفقودة سواء بالترجيع او بالاسهال من احنا بندي محليل وانا كنت مستقى جدا وغيري كتير جدا من الدكاترة الاطفال كنا مستقين جدا لان الشركات المسؤولة عن توفير المحالين اللي بتتشرب اللي ها الورس او الريهايدران او اللوهايدران او الهايدروزينج او البيديالايت ايان كان اسمها ايه وانا تعمدت اقول اسماء تجارية علشان خطر انا واحد من الناس اللي مستقى جدا من الشركات دي اللي بفرض انها مسؤولة عن توفير الدواء للاطفال المساكين الغلابة دي علشان خطر نعليجهم من حاجة بسيطة جدا بيموت بسببها كتير جدا مفيش قلب مفيش قلب في المافيا كتب برضو أحد طباء كتير بيستغيصوا ممكن صوتهم يصل للحكومة دكتور محمود ناجح كتب بيقول يا هيئة الدواء يا شركة الأدوية والتوزيع يا كل ولاة الأمورنا ناشتكم الله والرحم والرحم في أطفالنا لا يصح أو يعقل أن تخرج الصيدليات من أكياس محلول معالجة الجفاف ما يهمنيش مين السبب في النقص المهم حياة الأطفال ونحن في موسم الجفاف كيس يساوي حياة جفاف يساوي موت كله إلا محليل معالجة الجفاف شاركوا البوست يا جماعة الخير عايزين ضغط لسرعة توفير محليل معالجة الجفاف طب مين وراء القصة دي؟ ومين السبب؟ وفين الدولة؟ المشكلة أن يطلع مسؤول ويقول لك أن الأزمة في المواطن نفسه رئيس شعبة الأدوية نمتلك مغزونا استراتيجيا يكفي ستة أشهر والمشكلة في ثقافة المواطن أنتوا مرمضتوا المواطن أنتوا كل حاجة المواطن يعني الأسعار تغلق المواطن والسبب والله هو السبب النيل يجف المواطن هنعمل لك هي المواطن بتستحمى كل ثلاث ساعات الأدوية المواطن والسبب أنتوا مش تاين حد غير المواطن المواطن أصبح الملتشر بتاعتكم ما تتقل لها في المواطن ده والله على رأيي عادي الإمام وأنا ما أحبش عادي الإمام ياخي يكش تاخدنا مصيبة عشان ترتاحوا أنتوا وتعودوا في البلد لوحدكم إزاي كده مواطن إيه اللي ثقافة المواطن ما تطلع تتكلم عادي الوعو ده عوج إيه اللي مواطن هيعمل إيه المواطن الناس بتجمع محليل معالجة الجفاف بيكنزوها في البيوت الدكتور محمود فؤاد مدير المركز اسمه الحق في الدواء كتب بيتكلم عن مافيا الدواء في نقص في أصناف أدوية أهمة هيئة الدواء مشكورة اهتمت وبعتت لشركات توزيع أن الأصناف دي محظور تروح مخازن لكن تروح السيدلات فورا عشان مريد بس المابية بقى بتعمل في سركات توزيع كلهم جمعاء جمعاء عاملين إيه بقى عاملين أختام بأسماء الصدريات وهمية ملهاش وجود لما النفاتش يجي يفتش يلاقي رشدات بالأصناف مختومة كده ورقنا تمام وسجلاتنا سليمة بس الواقع الأصناف راح تسودة أو مستشفيات خاصة أو بتسقع عشان سعرها يزيد وكل السياد اللي عارفين أما أدوية المقدرات فدي مصيبة تانية إعصابات مش شركات مين بقى اللي عمل الحركة دي زمان إنه يجيب أختام ويختب مكان الناس أيوة في فيلم سي عمر الرجل الصرب بتاع العزبة راح مسك اسمه إيه ده أنا جيب الرحان الولى وقال له كل دي أختام ده أنا ما شفت 16 راحت شغالين جبتوا منين الأسماء دي قال له متكلم عيدل فهو نفس القصة هو يجيبه أسماء شركات وهمية وصدرات وهمية وأمضي أمضي بالأدوية بالبتاع وتطلع وتتخزن بنادول إكسترا 24 كونجستال شراب سيمفول فوار كله واشكاليوم مستورة المصرية مينافار حاجة جمدة جدا ورق متستف طب إحنا وصلنا إزاي كده لتسليم قطاع مهم زي الدواء ده لشركات بتحتكر صحة المصريين الشركات الخاصة تحت عين الحكومة فلو بسيط يعني حتة كده شوف السيطرة بتاعتها عملة إزاي الشركات الأجنبية تستحوز على 55% من سوق الدواء في مصر يعني المافيا دي مافيا دولية دلوقتي بعد سبع سنين بيزنس سوق الدواء في مصر سيطر على كل شيء على القطاع العام خرج من المنافسة تماما زي ما الخبر ده كان في إبريل بيكلم عن كده بيزنس سوق الدواء القطاع العام يخرج من حلبة المنافسة والخاص يستحوز على 90% طب إعتارة الدولة بقى ناوي تعمل إيه تهتم بالإنتاج تحاول تزبط الموضوع لا ده بتخلي الزبون كمان من عند الإخوة الأخلايجة يخش يسيطر هو كمان زي ما الخبر ده شركة جمجوم فارما العربية تستسمر مليار جنيه لإقامة مصنع للدواء في مصر طب مصر ما كان عندها شركة السيد أو السيد أنا بحذر يعني وعندها ده أنت عارف يا صالح تصلك ما نزلتش مصر واللي معداش على مصر زي ما قالت شادية أصلي معداش على مصر فيه شرع اسمه ترعة السواحل كده إنها كده الشرع ده كان كله شركات الأدوية تمشي جنبك تلاقي شركة الجمهورية الأدوية شركة السيد الأدوية حاجة جمدة جدا كل ده معلم باع اترامى اشتروه الخلاصة على فكرة قبل ما أكلمك بس فيه كتاب اسمه عن العصابات الدولية لشركات الدواء وإن الكتاب ده ملخصه أجنبي مش مصر مش عربي ملخص الكتاب ده إن شركات الأدوية في العالم هي كمان مافيا بالمناسبة يعني هي كمان الشركات دي يعني الشركات دي مافيا لحد ذاتها في بيع الأدوية فالموضوع مش في مصر بس شركات الأدوية في العالم تحولت إلى عصابات لأن الأدوية أحسن بالبودرة يعني شريط البرشام أبو خمسة ساق تكسب فيه خمسة وعشرين قرش ترجمة نانسي قنقر